السلام عليكم في قصة حزينة ومعقدة وتعور للقلب صراحة لكن لابد انكم تسمعون وارجوكم اللي عنده احد من عياله الشباب اللي في عمره المراهقة واللي توها اب 14 سنة 13 سنة اللي توه قام يطلع وتمشى بالشوارع ويروح المجمعات ويروح الاماكن ويغيب عن البيت ويروح مع ربعة في البر ويروح مع ربعة ارجوكم انكم سمعون عيالكم هالفيديو هذا صحيح انه مؤلم لكن خليعرف حقيقة الوضع اللي احنا نعيش فيه الحمد لله احنا فعلا في قانون لكن كذلك في ضعاف نفس ممكن انك مرات تستهد ولحق ولدك انه يولدي ترى في بعض المشاكل فيه ناس مو نظيفة فيه ناس مو فقط الخوف على البنات ولا على البنت الصغيرة ولا الكبيرة لا فيه خوف كذلك على الشباب فيه ناس ضعاف نفس مرضى بحاجة الى تأديب ففهم ولدك اذا مستح تقول له قل اسمع الفيديو هذا ما فيها عيب سالفة اذا ولدك ما طاح فيها لا سمح الله وان شاء الله الله يبعد عنه الشر يطيح فيها ولده اخوك اخوك الصغير جارك احد خليعرف حقيقة الوضع علشان يكون حريص احنا ما نتمنى انهم يعني تعرضون مثل هالمواقف لكن لابد ان نوعيهم خصوصا نحن في السوشيل ميديا المرضى النفسيين صاروا موجودين حتى في السوشيل ميديا يستدرجون الشباب يستدرجون هالمراهقين والصغار فالله يخليكم انتبهوا على عيالكم وعوهم اسم عسال فهذه اللي حصلت في سنة 2005 في الكويت في منطقة الاحمدي لكن قبل الله ابدأ القصة اتمنى منكم انكم لا تنسون الاشتراك في القناة انا عارف فيه كثير الله يبيضوا جيهم مشتركين والله يبيضوا جيهم الناس اللي تتابعني ممكن مو مشترك سهى نسى ما يعرف الطريقة خليه يسأل اذا كان كبير بالعمر الله يعطيه الصحة طولة العمر يعلم عياله يقول لهم شون طريقة يعلمونه يسووا له الاشتراك لان هذا الاشتراك هو فعلا انا اتنومس فيه وانتم محزمي يعني انتم متابعين وانتم محزمي لذلك انا امون عليكم وانتم تمونون علي اني اطلبكم انكم تشتركون في القناة للتشجيع القصة 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 هذه والله فيها احداث وتفاصيل غريبة في 2005 فيه ولد شباب عمره 14 15 سنة كان عندنا فيه مجمع في الاحمدي يسمونه الكوت وكثير من الشعب الكويتي عارف الكوت افتتح تقريبا في 2005 فصاروا الشباب الصغار في العمر كل ما انفتح مجمع راحوا له اللي ما عنده سيارة اشي يسوي يروح يأشر يركب باص ياخد تاكسي يشوف لأحد بالشارع ياخده يوديه من هالامور وللأسف انه فيه صغار في العمر يعني يتجرأ انه يروح مسافات بعيدة علشان بس يبي يروح يشوف هالمجمع ويستانس وتعرفون سولف والله يبي يروح يقز والله يبي يروح يستانس من هالامور هذي هذا الولد لما سمع فيه مجمع الكوت وكان عمره حول 14-15 سنة قام خذها لتأشير من الشارع يأشر اللي ياخده بطريج يوديه وفعلا خذه ووده هالمجمع يعد في المجمع من الظهار يليل يستانس ويتحرش بالعالم ويتحرش بكذا وتعرفون اطفال ومراهقين هذي سوالفهم ما لكم بالطويلة بعد ما خلص بهالليل قال يبي يرجع بيتم حين طلع أهم يأشر ترى الشارع إلم إلم بشر بشر فيه منهم الصاحب والمحترم وفيه منه اللي تلقاه فاصل أولا فيه حالة نفسية ولا مريض ولا حتى المجرمين أكيد فيه ما في دولة كلها يعني ما شاء الله كل دولة في العالم فيها بلا لازم هالبلة هذا أنت تحرص منه هذا الولد قاعد يأشير بالشارع وهو حظ من اللي يأخذه من اللي يركبه وهذا صغير في العمر ولد وسيم صغير ويصف ويصف طوله شباب اثنين على ددسن المهم ويأخذونه الولد وهان ورايح وكذا وشافه قالوا هذا صيدتنا وين ورايح قال والله بروح المنطقة الفلانية وكانت شوي بعيدة عن منطقة الأحمدي قالوا ليه اركب حياك تعرفون منطقة الأحمدي حول المناطق البرية فركبوا إياهم الولد وهذا الأكبر منه بالعشرينات أكبر منه كل أصغر واحد فيهم أكبر منه بعشر سنوات فيتغامزون الاثنين هذول كانوا عيال عم يتغامزون على الولد قال ما هم بدان ما يودون وصوب بيتهم تجاه البيت راحوا في منطقة برية عندهم مخيم قاعدين فيه عيال أمهم متجمعين شلة تقريبا فيهم ثماني هناك في المخيم وهذا والاثنين صاروا عشرة والولد مسكين على فعله ما يدري وين اللقاط أو يأخذون معهم للمخيم الولد استغرب يوم دشوا فيه منطقة برية قام يقول لهم ترى مو هذا اتجاه بيتنا الله يخليكم بيتنا الصوب ثاني بدأ يخاف الولد حس انه فيه شي غريب في الموضوع لكن بعد شنو بعد ما وصلوه المخيم والولد حاطيت على قلبه وقالوا لأ انطر شوي وإحنا بننزل نتعش وناكل وكذا ونستانس ونرجع كبيتكم أنا خايف وأنا برد البيت والله يخليكم أيامها تعرفون نادر اللي عنده تريفون 2005 نادر تيمكن على أيام تريفونات الباندة أو اللي يسمونها الباندة هذا القديم بكاميرا المهم ما لكم بالطويلة الولد انجبر انه ينزل وينصع الأوامرهم ودخلوا فيه بر وهذا هو الأكبر منه يوم دش المخيم ولا فيه ثمانية بعد المهم دخلوا يهم الولد وقاعد على طرف المخيم المهم يطالهم وهذول كلهم طلعوا ربع عيال مع بعض يتساسرون ويتغامزون وكذا قالوا يبقى خلونا نعتدي على الولد ترى هذا بيتهم بعيد وهذا كذا وإحنا لقيناه في الشارع وصيدة تعرفون الشيطان بعد لعب فيهم وهذول قاعدين في البر بهالمسكرات وهالتعاطي الله يكفي نشرهم قاموا يبقى يعتدون على الولد اطلعوا كلهم وبقى واحد فيهم واحد فيهم من اللي أخذه في السيارة فقال شوفوا احنا نبي نعتدي عليك وكذا لا تقاوم ولا ترى نبي نذبحك قال لهم الله شوفوا إذا تبي تذبحوني وقدرتم يعني اخذوا راحتكم لكنكم تعتدون علي والله ما أخليكم الولد فعلا رجل ما في شي لكن هذول الكلاب حشاكم يوم ها سحبوا إياه كلام مني وكذا بدأ الضرب بينه وبينها الولد هذا اللي يكلمه صار شي لابوك حطوا أخوك وطق هذا يطق هذا وهذا يطق هذا يوم سمعوا ربحهم اللي قاعدين برا ينتظرون التسعة يوم سمعوا صراخ وكذا ادخلوا ولا صاير طق بينهم قاموا كلهم يضربون في الولد الولد بدون مبالغة أن العشرة هذول ما قدروا عليه حلاوة الروح الرجل خلاص نحط في موقف صحيح أنه عمره 14-15 سنة لكن نحط في موقف خلاص يعتبر بالنسبة شيء مصيري قال لهم تبي تذبحون يذبحون المهم الولد من كثر ما هو كان شجاع وكان معزم أنه ما يخلي أحد يقدر عليه قام كل ما يمسك واحد يعظ يعظ لدرجة أنه يقطع منه الحمى لهالدرجة يمسك يقعد يعظ الواحد يدخليه كل دم المهم واحد واثنين وطق وطق فصوا ملابسة كلها وهم كذلك هو ما قصر فيهم ما يخلي واحد بعد هم شيء ملابسة ويدممه ويضربه اللي حصل عليه يضرب فيه المهم ما قدروا على الولد قعد الولد في الزاوية ونحط في موقف خلاص يا أني حافظ على نفسي وشرفي يا أني أموت وأنا ما عندي مشكلة أني أموت هذو اليوم شاف الموضوع خلاص ما هم قادرين عليه لكن هم تورطوا الولد حين صار كل دم عشرة يضربون فيه وهو يضرب فيهم وصام الولد لكن هم تورطوا فيه قالوا الحين لا إحنا اللي سوينا فيه شيء ولإحنا اللي قادرين عليه وهذا حين انتركنا حين نبين يترك حين ما نبي منا شيء لكن المصيب أن هذا عليه أثار ضرب ودم وكذا راح يروح يشتك علينا ويفضحنا قام وش سو قال لو شف إحنا نبي نتركك لكن نبي نصورك فيديو قال لا وكذا قال نصورك قام وش سو واحد فيهم قام حط تليفون اللي عنده هذا الباند الكاميرا أول ما طلع ومعنا التصوير ما كان ذاك الزود ويصور الولد وش يقول يقول هذا الولد إحنا اعتدين عليه وسوي فيه كذا وكلام طبعا كان غير لما صوروا وقدام هالموضوع علشان يقولوا له أن إذا رحت اشتكيت ترى بننشر الفيديو أنت فاهم المهم الولد قال خاص حين تركون يخلوني وأنا بعدين أتصرف قام وعطوهم ملابس من الحارس اللي عندهم في المخيم ولبسوا لبس الحارس وحطوه في البادي الوانيت وراء اللي هو العربان السيارة من وراء كانوا خايفين منه أنه يركب جنبهم بعد يهم الولد صار متوحش خلاص الولد دخل في حالة هسترية كأن مسعور يبي يمسك واحد يعض فيه ولا يشمخ ولا يسوي فيه اللي يقدر عليه فقال أركب في البادي وراء ركبوه وينزلوه على الشارع العام الولد قاعد يأشر ويصفط له واحد ولد حلال قال شفيك عسى ما شار كل قدم وكذا قال الله يخليك ودني إلى مخفر ميناء الأحمدي يسمونه ميناء عبد الله فيه ناس يعتدوا علي بالضرب وكذا وأنا بشتك عليهم وشاف الرجل هذا صغير وكذا على طول فعلا خذاه وطار فيه إلى ميناء عبد الله المخفر مركز الشرطة رح بلغ الشرطة في الموضوع أنه فيه ناس سووا فيني كذا كذا وكذا كذا وحاولوا يعتدون علي وأنا قاومتهم وضربوني وسووا كذا وسووا كذا قالوا للدل المكان قال إذا الرجال هذا اللي وصلني يوديني إلى النقطة اللي خذاني فيها من الشارع أنا دل مكانهم اللي فيه داخل البر قالوا أوك بلغوا العمليات وبلغوا المباحث وفعلا اطلعوا معاه وراحوا إلى الموقع ووصلوا إلى الموقع اللي خذاه منه الرجال على الشارع وقال لهم أنا دل اتجاه البر وفعلا راحوا اتجاه البر ووصلوا إلى المخيم اللي حصلت فيه الواقعة لما دخلوا المخيم ولا فعلا هذول موجودين العشرة وكانوا يتعشون ويمشون اللي فيهم قاعد يعالج نفسهم منه شموخ والدم اللي مقطوع من جسمه قطعة الحمى هذا الولد عاض واللي مشمخ واللي فيه كذا واللي متعور ضربه بعصة المهم كانوا يتجهزون انه خلاص يبي يطلعون يبي يتعشون يشلون المخيم علشان اذا اشتكى عليهم انه ما يلقون لا اثر لكن المباحث سبقوهم والقوا القبض على عشر الاشخاص هذول وحالوهم للتحقيق واعترفه بالموضوع بالكامل المهم اكبرت السالفة وتصلوا على ابو الولد وحضر المخفر ويعني صارت السالفة خطف ومحاولة الاعتداء وكذلك شروع بالقتل وقصة ابو الولد حضر وهم سوالهم سالفة وشلون انت بتعتون على ولدي وشلون كذا وشلون كذا قاموا الحين كل واحد من اباء العشر اللي المعتدين كل واحد حضر المركز قاموا يترجون ابو الولد المخطوف تكفى ابن الحلال فقنا تكفى عيالنا الحمد لله ولدك ترى رجال وعيالنا قالوا انهم ما قدروا عليه وولدك فعلا رجال وانه ما حد يعني قدر انه يلمسه ما حد سوى فيه شيء وهو رجال وهذا كل واحد فيهم دفع عشر تلاف دينار بس علشان يراضون ابو الولد والولد تعرفون مراهق والوضع والامر كله بيد ابوه ابوه يوم شاف انه ولده حمد لله سليم صحيح انه فيه جروح وفيه كذا لكن حمد لله انه ما قدروا انه يعتدون عليه على شرافة هو الولد طيب والولد كذلك ما قصر فيهم وما اعطينا كل واحد عشر تلاف دينار قال لهم شوفوا بس اهم شيء وين التصوير اللي صوره ولدي فيه قالوا انه صوره ولدي وانهم قالوا فيه كذا وكذا علشان يهددونه قالوا لأبد الشياب جابوا لأ التليفون قالوا لهذا التليفون اللي مصورين فيه اخذ التليفون واكسره خذ التليفون فعلا واكسره وخذ التعويض منهم وتنازل عن القضية وانحفظت القضية وراح الولد في سبيل حاله ومرت الايام والسنين ابدا ما حد يدري عن القصة ومر عليها اكثر من عشر سنوات الرجال كبر وتزوج وخلاص يعني سالفه وصارت والحمد لله يعني انها طالع منها سليمة انتم بتعتقدون ان هني سالفة هذي اصلا حتى ما هي مقدمة للسالفة السالفة اللي الحين ما بدت لكن علشان تعرفون بس كل جريمة لها اساس للجريمة شيء يسحب شيء ليش ابو طلاب صار اسمع السالفة هذا الولد كبار رجل ونعم ومشاء الله عليه هو صغير يعني قاوم وكذا يعطيه العافة الصحيح انه كان تصرف غلط انه يطلع يروح يعشر وهو صغير وهذا الخذو استغلوه لكن الحمد لله الله سلمه بعد عشر سنوات الولد ناس الموضوعون المهم ويوم الايام ويتصل عليه واحد من اصدقاء قالو فلان شلونك يا هلا حياك يا مرحبا شلونك شخ بارك قال عندك سيارة تبيت بيها سمعت قال اين قال انا بيشتريها قال والله يسعى مبارك لك ولا لغيرك هذه السعرها تقريبا 4000 دينار لكن لك انت 3000 دينار ولو تبيعها برا بتجيب لك فوق 4000 وهذا مسعرها لكن انت عزيز علي قال زاك الله قال تروح بكرة ان شاء الله نحول السيارة قال ابد بكرة ان شاء الله قال تم جاء اليوم الثاني اتصل عليه صديقة ها يا فلان قال هل هي قال تروح نحول السيارة قال اوكي ليش ما نخليها بعد بكرة لان احي مشغولان وكذا قال ما في مشكلة قال لكن انت شريت السيارة قال اي نعم شريت راح خلى السيارة عند بيت صديقة وخذ المفتاح عنده قال خلاص هذه السيارة عندك والمفتاح عندي وان شاء الله بعد بكرة لما نروح نحول باعطيك المفتاح والدفتر السيارة اللي هو رخصة السيارة قال تم جاء اليوم اللي بعده اتصل صديقة على الولد هذا خلونا نقول الولد هذا احمد قال يا احمد تروح نحول السيارة قال اوكي طبعا احمد هو صاحب القصة الاولى اللي صارت في الحمد يوم خطفوه صغير البام اتصل على احمد قال ها تروح نحول السيارة قال ابدا على راح تكتبين احين نروح نروح قال بس جيب معاك الفين دينار قال ما فهمت انا اللي اجيب الفين دينار ولا انت تجيب الفلوس السيارة تخصد تقول لا لا انت راح تجي معاي وتحول لي سيارتك باسمي وتعطيني فوقها الفين دينار حش تغرب الولد قال شفيك انت صاحي ولا عسى ما شرب نحلال شفيك قال تعال تعال ابيك الموضوع تعال برا البيت ابي جيك قال حياك تعال فعلا هذا الصديق راح احمد طلع على برا احمد قال يا ابن الحلال الحين انا بايع لك السيارة مو انت اللي تعطيني فلوسها شون تقول لي بالتريفون جيب فوق السيارة الفين دينار قال لها اوكي شوف شوف التريفون وش يطلع للولد هذا ويطلع للفيديو اللي صوروه له الشباب قبل عشر سنوات يوم وخطفوه اطلعوا هذوليك شباب يوم جاي بيتنازل عنهم وعطوه الشياب وعطوه التريفون واكسره ابوه لكنهم من حقارتهم كانوا نسخين الفيديو ونشرين حق بعض كل واحد معطي الثاني حق ربعة فيوم اباؤهم كل واحد فيهم دفع عشر تلاف دينار عشان يتنازل ابو احمد احقدوا يوم انتهت السال في حقده انه خذ من كل واحد فيهم عشرة تلاف دينار وانه شلون راح وكذا قالوا خلنا انشر الفيديو وسبحان الله من عشر سنوات الفيديو ينتشر ولا وصل الا ذاك اليوم وصل حق صديق احمد صديق احمد بعد الله يهديه استغل الموقف قال ابيك تعطيني سيارتك وتعطيني فوقها الفين دينار ولا هالفيديو هذا انشره صار فيه مسكين احمد قال انا ما خلص من هالقصة هذه اقسم بالله انهم لا اعتدوا علي ولا اقدروا علي واني انا اني دممتهم واني انا قاومتهم والصار فصار فيها كيت وكيت وكيت لكن الفيديو الناس لهم الظاهر لا شافوا الفيديو ما يعرفون القصة احمد انحطم موقف ما كان يتمناه ومن اعز اصدقائه انصدهم رجع له الماضي الفيديو القديم المعاناة اللي حصلت له صغير المهم قال ماشي ماشي تبي سيارتي انت قال اي نعم ابي سيارتك وفوقها الفين دينار ولا ترى بافضحك وبينشر الفيديو قال لا لا خلاص فداك السيارة وبعطيك كذلك الفين دينار عطني لي بكرة علشان اتجمع لك الالفين ترى اني كنت ببيع السيارة اللي اني محتاج لكن حاضر خذ السيارة وبجيب لك الالفين عطني لي بكرة قال لا اوكي راح احمد البيت او يبتي ميت من القهر السرفة هذه انا ما خلص منها انا ما لي ذنب انا كن ضحية وانا اصلا ما اقدروا يعتدون علي لكن هم الكلاب حسبي الله ونعم الوكل فيهم يوم صوروه قالوا ان احنا اعتدين عليه تعرفون عشرة على واحد لكن بالحقيقة وانما راح وتحقيق اصلا ما قدروا ان يعتدون عليه لكن الفيديو هذا كان فقط للتهديد لكن تعال اقنع اللي عند الفيديو الحين مع ان تصوير مواضح لكن سبحان الله دنيا وشيطان ما كن بالطويلة احمد قعد ذيك الليلة يفكر شلون يتخلص من هالمشكلة قال خلاص ظاهر اني ما لحل الا اني اقتل صديقي اللي هددني بهالموضوع شلون يهددني بفضيحة وانا اصلا ما كنت يعني الفضيحة هذه ما هي صحيحة اصلا وهذا صديقي ويبي مني سيارتي ويبي مني فلوس وانا محتاج قال لا لا انا راح اقتله قال ما وقعد يفكر بطريقة انه شلون يقتل الصديق هذا اللي قاعد يهدد ويبتز جاء اليوم الثاني اتصر عليه صاحبة هاي احمد تروح نحول جهست الفلوس قال لا لا عطني يومين لاني ما حصلت الفلوس الحين عطني يومين الولد للحين باله مشغول منايم لا ليل ولا نهار ما هو عارف شي يسوي وشلون يتخلص من هالموضوع بعد يومين الولد عزم انه يقتل رفيجة قام اتصل على واحد من عيال عمة قال الموضوع صار معي كذا 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 قال صج هو صحيح انه اعتدوا عليك قال يا ابن الحلال القصة قبل عشر سنوات لا اعتدوا علي ولا قدروا علي لكن هم صوروني عشان يهددوني ومن هالكلام قال اش تبينا نسوي روح نطق الولد قال لا ما نطق انا بذبح الولد قال اتكلم جد قال لا ايو والله بتكلم جد قال شلون قال لا بسلاح قال سلاح شلون من وين نجيب لك سلاح قال شوف لي وكذا قال اتصل هذا ولد عم ولد عم احمد اتصل على واحد من اصدقاء عنده سلاح الاسلاح هذا كل ما احد صار عنده عرس صار عنده كذا نوع كل ما صار عنده عرس صار شي ياخذون منه علشان يطلق النار في العراس ويرجعون حق الولد والاسلاح غير مصرح وكانت ما اشي الامور المهم يتصل على الصاحب قال عندك الاسلاح قال ايه موجود قال تكفى عندي ولد عمي عنده عرس وهم الربعة ويبي يرمي فيه وقال لا حاضر قال حاضر فعلا اخذ منه الاسلاح وعطاه حق ولد عم احمد ولد عم احمد الحين يبي يبي الفيشك الطلقات الرصاص ما ما عنده من الغرابة ان اللي باع ل الطلقات هو اخ صديقة هو اللي اشترى منه الطلقات كان عنده ظهر يبيع وكذا فاتصل عليه قال ابي طلقات عندي عرس وكذا وفعلا باع اشترى من منه من اخ صديق اللي كان يبتز يعني هذا لما كان يبيع الطلقات ما كان يدري ان الطلقات هذي راح يموت فيها اخوه ما لكن بالطويلة فعلا اشترى الطلقات وجهز نفسه ان يبي يقتل صاحبة الحين جاء الموعد ان هم يلتقون هذا كناطرة علشان يحول السيارة ويعطيه فلوس جاء اليوم المحدد اتصر احمد على صديقة قال تعال الدوانية علشان انت فاهم قال خنروح على طول نحول لقى عندك الفلوس قال ايه عندي فلوس بس تعال الدوانية في الاول في الديوان البيت وبعدين نطلع عاطيك فلوس كذا ونطلع قال اوك جاء صديقة هذا اليبتز الى دوانية احمد اول ما دخل صاحبة احمد كان ينتظر يبقى بس يدخل داخل الدوانية علشان يطلع الاسلاح ويقتله اتصل تليفون صديقة واحد من اتصل عليه من اللي من اتصل عليه واحد من اخوانه يوم اسأله اخوس على قال حق الصديقة هذا صديقة احمد قال انت وين قال انا عند احمد صديقي قال ها اوك يلا ماشي سكر اهني احمد اش قال دام ان اخوه اتصل عليه وعرف ان اخوه عندي الخطف شلت كنس الموضوع انه يقتله المهم داخل هذا قاعد في الدوانية قال حق احمد يلا وين الاتفاق وين الالفين دينار قال لا انا ما جهز سم خلها اليوم اللي بعد ابن الحل طيح للالفين وكذا قال لا ترى عندك ليه بكرة تفهم مرة ثانية لا تتصل عليك تزعجني وتقول لي تعال وبعدين تقول لي ما عندي فلوس تفهم مش الرجال احمد مات من قهر كان ينتظر هاللحظة لكن قال بالعكس خلني ارتب اموري افضل راح اشترى تليفون باسم اسيوي هندي واتصل على صديقة قال تعال ابيك بالدوانية علشان اعطيك الالفين انا دبرتهم قال لا اكيد هذا ثاني يوم ويجي الصديق برة ثانية ويدخل الدوانية اول ما دخل الدوانية ويطلع احمد الاسلاح من وراء الباب ويطلق عليه رصاصة في ظهره جهة القلب الولد الولد الزل الزل هذي الزولية وحط داخل سليب باق تعرفون سليب باق الفراش اللي ياخذون في البر كان شاري بس عشان يرتكم فيه الجريمة وحط بالزولية بالفراش داخل السليب باق وشال مع ولد عم وحط وين في السيارة كان متفق ويا ولد عم ان بس تسمع طلقة النار تنزل من السيارة وتدخل علينا وكان اصلا ولد عم جاي بسيارة عم هم اللي هو كذلك عم احمد السيارة نفس الجمسة والكبير هذا والولد هذاك صغير يعني ماهو كبير ستة سبعت سنة لكن بالطويلة الولد فعلا كان برا لما سمع احمد اطلق النار ونفذ الجريمة خاف الولد ما نزل شغل السيارة ونحاش قام احمد يتصل على ولد عم يتصل عليه وهق تورط الولد يتصل عليه يتصل عليه اكثر من ست سبع مرات رد عليه قال لان تورحت قال انا سمعت صوت الرصاص وخفت ونحشت قال ارجع بسرعة تعال خلاص الولد مات تعال رجع مرة ثانية ونزل ولا هذا ولد عم لاف الجثة في الزولية او الفرشة وحط في السلب باق وفعلا شاله وحطه في الجمس القصة تحسبون انها بدت تنتهي ها لا اسمع الحداث الغريبة اللي حصلت راح احمد مع ولد عم في هالجمس وحطين الجثة وراه راح الى صناعية صناعية نفس يعني منطقة اللي فيها قراجات وفيها عمال وكذا واخذوا ثلاثة افغانية وحطوهم معاهم في الجمس واخذوهم معاهم الى منطقة برية ليش ماخذين ثلاثة افغانية علشان يبونهم يحفرون لهم القبر او الحفر اللي يدفنون فيها الجثة طبعا الى افغانية ما كانوا يدرون قالوا حق الافغانية نبيكم تحفرون حفرة تكرمون هذي حمام حق مخيم نبي نسويه هني قالوا الافغانية اوكي نزلوا الافغانية وقالوا حق الافغانية انه بنروح شوي ونرجع لانه فعلا السيارة كان حرارتها مرتفعة والظهر انه تعرفون السير اللي هو مال الماكينة انقطع السيارة تمشي لكن حرارتها مرتفعة قالوا حق الافغانية احفروا لحد ما نركب سيارة حق مروح السيارة ونرجع لكم فعلا الافغانية وجعبين معاهم الشيول او الشبل قاموا يحفرون وهذون راحوا ردوا الصناعية صلحوا السيارة وارجعوا على المغربية ولا الافغانية خاصين حافرين حفرتهم وقاعدين وشاف احمد احد الافغانية معاه اللي هو الزجاجة الماي او البطل الماي هذا قاعد يشرب منه استغرب فسأل يعني شوفوا احمد شون كان دقيق في تنفيذ الجريمة احمد انتبه على طول قال حق الافغاني انت من وين لك الزجاجة الماي هذه قال والله في راعي غنم هنا واحد عنده مخيم وعنده غنم مر من صوبنا وقلنا لها عندك ماء وعطانا زجاجة ماء وسألنا قال هذه الحفرة حق شنو قلنا له هذه الحفرة تكرم حق حمام عشان نبي نسوي مخيم هنا هنا انتبه احمد قال حين الراعي عرف موضوع الحفرة فاذا انا حين رميت الجثة ودفنتها فراح يرجع يشوف الحفرة هذي ليش يحفروها وليش اركبوا وراء ثانية السيارة وخداهم الى منطقة ثانية برية وقال لهم احفرو لي حفرة ثانية الافغانية في البداية ليش قالوا ما انا راح اعطيكم زيادة فلوس ما لكم شغل احفرو فعلا حفرة ثانية والافغانية رغم انهم راكبين في السيارة في الجمس من وراء لكن كان في خلف السيارة الجثة ولا انتبهوا عليها بعد ما خلصوا كان الليل يعني خلص الساعة 11-12 بالليل قال لهم احمد هاكم هذا احسابكم وزيادة عليه عطاهم كل واحد عشر دانير قال لهم انتم روحوا هذا الشارع العام روحوا خذوكم تاكسي وارجعوا قالوا لا اوكي فعلا راحوا الافغانية وقعد احمد وولد عمه في موقع اللي فيه الحفرة يوم اطمئنه انه ما فيه احد نزلوا الجثة من السيارة وحطوها بالحفرة واردموها ولكأنه صار شي اتركوا الموقع وانحاشوا طبعا تليفون الولد الصديق هذا اللي توفه احمد خذاه وكسره ورماه في مجرى يعني مثل منهول للمجاري لكن كانت تكرمون بالوع رئيسية من الفتحة رمى فيه التليفون وتركه ومشي عنه ورجع البيت الحين كأنه ما صار شي محد يدري عن الجريمة والموضوع كان مرتبة احمد بالكامل راحت الايام جت الايام اول يوم ثاني اهل الولد افتقدوه ورح اول يوم ثاني يوم قاموا يسألون قاموا يسألون وير راح الولد يتصلوا على تليفون مغلق استغربوا الولد ولم الرغاب عن البيت الصورة هذه اول يوم ثاني يوم ثالث يوم قاموا يتصلوا على احمد يا احمد هذا رفيجك ودامين معاك وكذا ما شفت قال لا ابد شو صار مختفي صار لثلاث ايام ويقوم احمد يفزع معاهم كل مخفر كل مستشفى اول واحد يدخلها احمد ويسأل عن الصديق المختفي علشان ما يبين لحد ان له علاقة في اختفاء الولد قعد اكثر من اسبوع واحمد بالقومة والقعدوية اهل الولد المفقود يسوي نفسنا يبحث عنه وهذا صديقي وهذا كذا المهم فعلا ضبط الدور ما حد عرف ولا اشتباه فيه بلغوا رجال الامن ان الولد مفقود صال كم يوم سجلوا قضية يدورون عليه الولد لا طلع من الكويت لا دخل لا راح مكان لا كذا غريبة لهم موجود في احد المخافر ولا المستشفيات وين راح قاموا طلعوا كشف حركة بتليفون الولد المفقود فما شافوا ان في احد منتصل عليه غريب الا صديقة احمد قبل لا يختف الولد بكم يوم نادوا احمد تعال وين صديقي قال انا قاعد ادور عليه وكذا قال قبل كم يوم هو منتصل عليك صح قال نعم صح رفيجي 24 ساعة انا وياه وكذا لكن بعد ما اختف ابدا انا ما شفته حتى في يوم الاختفاء ما كان بيني وبين اي تواصل اطلقوا صراحة ما في شي ما في دليل عليه قاعدوا ويدورون ويدورون ويراح الولد ش السالفة اسألوا ابوه يبا ولدك لها اعداء لا قال لا بالعكس ابدا ما عنده مشاكل وما عنده عداوة ولا شي المباحث دايما لا تستهين بالخبرات حتى بغض النظر اذا كان رجل مباحث ذكي هو يبقى انسان يبقى بشر لكن الخبرة تلعب دور يعني من كثر ما تمر عليه القضايا يربط الاحداث مو شرط انه ذكي يعني مو كن او ولا شالك هولموس يعني لا رجل مباحث مر عليه قضايا مشابهة خذ خبرته من اللي اقدم منه فيسأل اسئلة بديهية بالنسبة لهم لكن ما تكون بديهية بالنسبة للناس يعني دائما اذا اختفى الشخص وهذه قاعدة اخذها اذا شخص عمره فوق الخمس ستعش ستعش سنة يختفي اكثر من اسبوع يعني تسعين بالامنية انه ما هو عايش يعني الا من رحم ربي او اللي يستر عليه رب العالمين اما اللي يعني غالبيتهم يكون تعرض للخطف او القتل فالمضاحث عندهم خبرة في هالنوع هذا يسألون اسئلة توصلهم الى خيوط للجريمة مثلا اسألوا الاب قالوا ولدك عنده عدوات قال لا ولدك عنده مشاكل قال لا ولدك موظف قال لا ولده عاطع عن العمل وكذا وقاعد لكن ما عنده خير شر يعني ابدا ما عنده مشاكل معاحد قالوا شي باع شي الفترة اللي فاتت وهذه اسئلة بديهية الاب انتبه على السؤال يوم قالوا لما شر شي باع شي قال الا والله في ولدي قبل لا يختفي بيومين اشترى سيارة وواقفة عندنا هذه سيارة صديقة احمد لكن انا ما يعارف ولدي شلون دفع للفلوس شفتوا هالاجابة هذه هذه كأن كاب ماي بارد على رجل مباحث الماس قضية يستانس قال لأ وين هذا احمد نادوا لي راح والقل القفض على احمد مرة ثانية تعال تعال احمد انت بايع السيارة راح يقول ولد قال اي نعم قبل لا يختفي بيومين قال لي بشتريها وحطيتها عنده في البيت لكن الحمار حولنا ولا عطاني فلوس قال زين الولد يعني لهم موظف ولا شي شون بيعطيك فلوس قال والله ما ادري كش ما تدري انت استعبط ولا مور فيج انت تعرف اوضاع يعني شلون بيجيب الفلوس وابو يقول انا ما عطيت وهو الولد اصلا له موظف ولا الولد عاطل عن العمل شون بيعطيك قال انا ما ادري قال اقول علقوش هوايا ويعلقونا اول يوم ثاني يوم اعترف يا ابن الحلال والله يا جماعة ما ادري هذا رفيجي انا اصلا لو عرف اللي قتل رفيجي قسم بالله الاقتله قال قال انت اش درك انه مقتول اش درك قال اكيد مقتول يعني مختفي صلى اكثر من اسبوع الحين قال اعترف اعترف قال ما عندي شي صدقوني بالعربي ترى قعد عندي المباحث اكثر من ثلاثة ايام وصامل الصدقون انه ما اعترف حتى ضابط المباحث اللي كان ماسك القضية وكل الادلة عنده ما عنده مشتبه غير هذا يقول لا هذا بري هذا هذا مسكين هذا ما هو يعني متهم في الموضوع ومستحيل انه يرتكب جريمة بصديقة بالهالدرجة الولد كان ضابط الدور بشكل مطبيعي ما لكن بالطويلة هني يعجزوا تعبوا لما شيكوا على تريفون الولد المفقود في رقم غريب كان يتصل عليه اللي هو اي رقم اللي اشترى احمد باسم هندي اللي يبينفذ الجريمة فيه ما قدروا يوصلون حق منه الصاحبة هذا هندي شنو علاقة الهندي في الموضوع يدورون على الهندي طالع الهندي هذا من الهنود اللي مسفرينهم من الكويت فالهنود ياخذون عرقام الهنود اللي مسفرينهم ويرتكمون فيهم جرائم هذا طلعت صالفة جديدة يعني عندهم لذلك تم السيطرة عليها يعني هذا سابقا فأي واحد يشتري خط ما لبيانات يشتري خط باسم خادم ولا هندي يبي يسفرونه خلاص يعني ما راح يرجع مرة ثانية للكويت ويستغل لواحد ثاني في ارتكاب أي جريمة يتحرش بحد يسوي كذا هذا الحركة طبعا قديمة لكن تم السيطرة عليها المهم الآن ما أعرفه منه هذا صاحب الخط من اللي كان يستخدم الخط ما أعرفه لكن قالوا خلونا نشيك على تليفون أحمد المشتبه في هذا خلونا نشوف يتصل على منه يكلم منه تشيكوا على تليفون أحمد بنفس اليوم أحمد متصل على واحد أكثر من ست سبع مرات منه هذا هذا ولد عمه اللي فزعه وياه جاب له السيارة الجمس عشان يشلون الجثة اللي يسمع إطلاق النار منحاش فلما نحاش اتصل عليه أحمد من تليفونه الشخصي ست مرات سبع مرات شدي وين يكلش منحاش قال أنا خفت قال لا أرجع إذا تذكرون قلت لكم ياها التفاصيل هذي قالوا جيبوا الولد هذا خلونا نشوف شو القصته ليش أحمد متصل عليه أكثر من ست مرات بنفس اللحظة يعني وفي نفس الوقت اللي اختفى فيه الولد فعلا جابوا الولد هذاك الولد هذا قلت لكم عمره ستة عيش ستة عيش خمسة عيش سنة فازعوا يا ولد أمه أول ما دخل أول أطراق ويعترف بالسالفة بالكامل قال والله مؤان اللي قتلته اللي اقتله ولد أمي أحمد شنو شنو ولد أمي قال للسالفة أنتم مو عشان الولد اللي مفقود فلان بالعربي جاب العيد بولد أمه وقال للسالفة بالكامل مراحق صغير شنو متوقع منه يعني لما يدخل عند المباحث قال تعرف مكان الجثة قال إينا عمد فناها في البر خذوا وطاروا للبر ولا فعلا هذا القبر توهم سوينا وحاطين فيه الجثة اتصوا على العمليات جابوا رجال الأم فرق للإنقاذ علشان يحفرون وجابوا المتهم الرئيسي بحضور النيابة علشان يتم حفر القبر أو الحفرة اللي حاطين فيها الجثة فأول ما جابوا المتهم الرئيسي أحمد طبعا ما كان يدري إنهم كشفوا السارفة لكن أول ما ودوه إلى المنطقة البرية عارف إنهم وصلوا للحقيقة أول ما وصل ولا هذا ولد عمه قال خلاص ولد عمه ظاهر بط الجربة وفعلا احفروا الموقع وطلعوا الجثة وقال أولا وين الإسلاح قال الإسلاح أنا خذيته من فلان صديقنا وألقوا القفض عليه ومن وين خذيت الطلقات اشتريتها من أخو المقتول وألقوا القفض يعني السالفة كلها مفتحت أحين جابوا أحمد أحين هذا رفيجك ليش قال لهم أنا بقول لكم السالفة هذا الصديقي بتزني فيه موضوع قصة حصلتلي قبل عشر سنوات أخطفوني وأنا صغير وصوروني وعلبوني يبينون حق الناس بالتصوير إنه اعتدوا علي وهذا كلام غير صحيح المباحث كانوا شاكين في الكلام قالوا أولا أكي وين تصوير اللي أهدتك فيه قال والله رميته في المجاري رامي قبل السبوع في تكرمون بالوعة رئيسية مستحيل أنك تحصل مكسر تعبوني رامي مستحيل تحصل راح الآن شون يثبت كلامه قاموا مباحث ودوروا القضية اللي قبل عشر سنوات في الأحمد ولا طلع فعلا كلامه صحيح وإنه تنازل والحشاكم الحيوانات انشروا الفيديو بعد ما تم التنازل عنهم والله لو أنه مو متنازل وكل واحد ما أخذ الاعدام ولا ما أخذ مؤبد على القضية اللي فاتت كما وصل الولد هذا المسكين إلى هالجريمة ما لكم بالطويلة أحمد حكم عليه بالاعدام أما ولد عمه لأنه كان حدث أيامه حكم عليه بالمؤبد أما صاحب السلاح والشخص الثاني متهمين بحيازة السلاح تم الحكم عليهم حكم مخفف وغرامه ويطلعوا بر القضية القضية الأساسية شالها أحمد وولد عمه في جريمة القتل ليش هالقصة ليش وصل أحمد إلى هالمرحلة من الإجرام بسبة الأشخاص العشرة اللي قبل عشر سنوات اللي اخطفوا أحمد وصوروه واحتدوا عليه والله إن هذا الولد اللي حين محكم عليه بالعدام ورح يتم عدامه وولد عمه اللي خذه مؤبد والشخص اللي مات هذول كلهم ضحايا لفعلة خسيسة منكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفي أي شخص تسول له نفسه أنه يدنس براءة أي شخص سواء الرجل أو مراهق أو صغير في العمر أو حتى امرأة أو أي شخص نبهوا عيالكم وفهموهم أن الدنيا تخوف لكنها سهلة وأمان عند الشخص الواعي اللي فاهم واللي حارس على نفسه ما أركب معي شخص غريب ما أطلع إلا أنا مبلغ أهلي معاي تليفوني وأتصل أعرف إشلون أتصرف وأتصل على الشرطة والعمليات لازم تعلمون عيالكم شلون يتصرف علشان يقدر يعيش في الدنيا هذه ووفق للقانون لأن القانون ما يقدر يخلي على كل شخص شرطي أنت تكون شرطي نفسك وشرطي أفراد أسرتك هذه نهاية تصرفتنا ولا تنسون الاشتراك الله يطولي بعماركم وفمان الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر